كيو بس لعلاء إلا حز اللي قلبي روح لقلبه بس لعلاء إلا ألو أيها مي يعني معرفاشك لا يا فاند مش واخدة بيل لا ده أنا كده أزعل جوي يعني ده معناها أنه محصلش كيميا بيننا لا كيميا ولا فسيا ولا حتى جبر آه حضرتك المدرس يا بابا ده المدرس بتاع واقل أخوي ولو واقل إيه وأبوك إيه أنا أعرف زيني أنا ما عندكيش خوات يا أبو يعني نسودي البنادر يعني معجول ما حساش من بيكلبك مين معايا يا فاند؟ صوت حضرتك مش واضح أنا مناع مناع لحواطي اللي جمالتك النهاردة ومن ساعتها خلصنا الحساب لحضرتك وكل تمام ممكن أعرف عرفت إن همرت موبايل إزاي؟ بس هو ده اللي يهمك؟ أيوة طبعا يا فاندن الموبايل المفروض شخصي جدا وملوش أي علاقة بالشغل ولا بعد إذنك يعني بالنس الأغراب وأنا غريب برضك أحتبرني يا يا ستي والي خالك ولا حتى خوكي وائل فهد ودى شوجها في الكلام وطول بالك يا بوي لانا كنت فاكر الصعيدة بس اللي كدهم وضعت انت أوعر من الصعيدة على فكرة أنا سعدية حضرتك أمي من بحري لكن أبوي صعيدي وما يرضعش إن بيته اتعاكس في التليفونات زي المرحقية وأظن ده ما يرديه الساعدتك هو مساعدتك سعيدي بردك يا سياتر اهدي بابولو هبفو الشي يا ست اسمعيني طب أقولك أنا آسف إنه مرة غلط غلط إزاي يا فندم إذا كان حضرتك عرفني وأنا عرفاك وبجلنا نص ساعة بنتكلم على التليفون مع بعض ما أنا بحاول أفهمك مش عارف عموما اسمحي لأتكلمك بعد شوية لما تهدي حضرتك أنا في منتهى الهدوء حضرتك اللي مش عارف توضح سبب المكلمة إيه وبعدين أنا سمع صوت أكل وشرب وناس يعني حضرتك مش عارف تحترم خصوصية اللي أنت بتكلمها ألو مسامح حاجة أنيسة نورهان وانقطع ينقطع ولا إيه بس أنا سمع حضرتك كويس مع السلامة يا أستاذ مناع يا بوي والله وتبهدلت يا مناع يا أسم الحب شاف أسير إيه اللي تجابك إيهنة؟ أنت لسه ما سافرتش الناجع إليه لغاية دلوقتي المفروض تكون هناك عشان الطلبية أنا عارف شغلي زينه من نظم حياتي ويريت تجوم دلوقتي الحكومة حط عينيه عليها من ساعة بشترة المزرعة الأسعار الجديدة اللي طلبتها أزعجتنا جداً وكان لازم أجيلك عشان أعقالك أو أكشفت ما حبش الأسلوب دي لإني ما بتهددش وكلمتي واحدة أو طول عمري بأعمل شغلي من غير ما حد يمسك عليها حاجة ولا في صغرة تقدر الحكومة تخش لي منها ولاش تكون أنت الصغرة دي وتضطرنا سادها صغرة؟ قصدك إيه؟ عايز تخلص مني؟ أنا في الشغل مع ريش أبوه جنفس دلوقتي ويريت تعمل نفسك بتشبه علي ولا حاجة وما تعملهاش تاني يا ابن يمين ولا كبرت يا مناع وتعلمت تهدد الظهر أنت اللي كبرت وخرفت وجيك زهر مرة ونسيت من هو مناع حسان الأحواطي اللي لو فيه أي مخلوق مسأ منه وسلامته بينمح من على وش الأرض أوكي أنا حستلم منك البضاعة في نفس المكان والزمان بحيكون لينا حساب بعدين أحلى ورج عينج يا ممنع دي هو مين دي؟ آه ده واحد كان بيشبه علي بتشغلش بالك أنت يا جابر رجابه اللي جاب أبوك سدت نفسي أنا شايف أن كلام عمي حسان معجول وأنا موافج على كل طلباتهم حتى لو هبنلهم بيت جديدة والله هاي تعال أحضرنا يا كبير البندرية العلك وعيت وفقت تعال أقول رأيك في الحديث اللي بيقوله ألدك حسان طلع من ورطته قداب أهلي النجع ورط نحن طب وليما تجوزت ناس ما ومناعي تجوز زين أختي كنك تجنيت يا أمه عايز بالتحسان تيجي تعيش وسطينا وتعرف أسرارنا وعيوبنا وتنقولها الأهلها وناسها من أختي كمان هتعيش وسطيه وتعرف أخباره ومعيوبه وتنقولها الأهلنا وناسنا خلص مناع كبير عليها واختك لسه صغيرة أمه ليش شرطت إنها تجوز مناع مش بكري والد ناجي عمّر حب يحط العقدة في المنشار زي ما بيقوله كم فاهم إن عيلة حسان هتستخصر مناع في بيتنا ومدام مناع زين ليه ما يتجوز سختي أختك محجوز الولد يسعفان وبعدين إحنا ما عندناش بنات تتجوز برا لعيالة طب ما تسأل أختي ما يمكن توافق على مناع انتعد إيه همام ما عندكش إحساس عاديه من النخوة عايز أختك تترمي في باط ولدهم انت إيه مش غيران عليها وعلى عرضها ما هي نسمة هتترمي في باطي وكله بالحلال وشرع ربنا قلت لك أختك الولد عمك أنا بفكر أرد عليهم وقولهم ما عندناش بنات للجواز مفيش غير جميلة بيت سعدون اللي كان أبوها عشمان يجوزها لك ياكد كنت فاكر أنهم هتتجوز نسمة قصاد النمناع يتجوز جميلة طبعاً مش هيوافقوا لأن حسب الاتفاق اللي اتفاقتهم عليه بيت الكبير قصاد بيت الكبير يعني نسمة قصاد زينة وما دومت أنا موافق وهما موافقين يبقى خلاص نتمهم الجوازة قلت لك زينة مربوطة أبوالة دي انت ايه هاد؟ ما هتفهمش الاتفاق دي باطل من أساسه ليه؟ أفاهمك ليه؟ أي اتفاق بين علتين لازم يوجه بين الكبيرات وأنا كنت مؤنون عمك دياب هو الاتفاق إجا الاتفاق دي أساساً باطل وتزغرني قدام أهل الناجح يا والدابوي؟ معليش يا أخوة معلي تحمل النبادي عشان نوصل لمراضنا بعدين ما تنساش فيه اتفاق قابلي سابق انت عملته وأنا وفقت عليه معك حق كلها أيام وتنفذ الاتفاق الثاني ونبقى أسياد الناجح يعني ايه؟ يعني مش هتجوز نسمة خلاص؟ إذا كنت عايز تتجوز عليك وعلى جميلة بتعمك سعدوت إحنا ما بنطلعش بناتنا برا لا بوي خلاص يا عمي لا برا ولا جوة أنا طالع أنام بلا جواز بلا خوطي هاه ههملك أنا يا كبير وروح أطمن على الرجالة وهما بيشونوا الحشيش ملاش يا جاب ملاش تروح تجور شكلهم تعرف قارج حسان جاي اللي بتوزن وتشون لا لا يا كبير لازم يعرفوا ان من حقنا ان احنا نتمموا عليهم بلازم يا كبير البنداء